صوت المدافع أرفع من الصوت السياسي واقع مفروض يقلص أي حلول سياسية للأزمة وتوقف القتال فالمستقبل المجهول الذي يكتنفه غموض الحديث عن حلول سياسية بشأن الأزمة يتكرس يوما بعد آخر خصوصا مع انتقال المعارك إلى مشارف العاصمة صنعاء وتوسعها نحو الساحل الغربي باتجاه الحديدة 11 شهرا منذ اندلاع الحرب في خاصرة الخليج العربي اليمن وبقيادة السعودية لتحالف عسكري واسع يجري الحديث اليوم عن توارد حلول سياسية عبر الأروقة الإقليمية والدولية لكنه أيضا بات مجرد كلام للاستهلاك اليومي ونوع من المسكنات الموضعية لدى من تبقى من اليمنيين لم تلفحهم الحرب أو طالتهم ولا يزالون ينتظرون الخروج من دائرة الاقتتال بأسرع وقت كل مرة يقدم المبعوث الأممي رأيه باعث الأمل من جديد بأنه لا يمكن حل القضية اليمنية إلا عبر طريق سلمي لكن هذا الطريق الذي يسلكه أيضا يصطدم بتحرك الجماعة الإنقلابية بقيادة الرئيس المخلوع خارج إطار مساعي الأمم المتحدة السلمي نحن ما نعمل عليه الآن هو أن نتوصل إلى جولة جديدة من المباحثات المباشرة ما بين الأطلاق اليمنية ومع ذهاب الرجل إلى الحديث عن بوادر حلول سياسية بالإشارة إلى جولة جديدة من المفاوضات قد تعقد الشهر المقبل تأتي تصريحات وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في نفس السياق عن رغبة الحكومة الدخول في أي لقاءات ومشاورات تفضي إلى حلول سلمية لكنه هو الآخر يؤكد أن الميليشيا لن تكون جدة في أي لقاءات سلام الأيام القليلة المنصرمة تشهدت تحركات في نفس الاتجاه يمكن وصفه بتعزيز حشر الجماعة الإنقلابية في زاوية ضيقة إذ يصوت المجتمع الدولي بالإجماع حول مشروع القرار البريطاني بالدعوة إلى التنفيذ الكامل لعمليات الانتقال السلمي الذي لن يتم أصلاً إلا من خلال تمديد العقوبات ضد زعماء الحرب صالح والحوثي أبرز المعرقلين لعملية الانتقال السلمي في البلاد من جانبه دعا البرلمان الأوروبي جميع الأطراف للدخول في جولة جديدة من مفاوضات السلام والسعي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فواحد وعشرون مليون من الشعب اليمني بحاجة لمساعدات إنسانية فيما مليوني طفل منعوا من الذهاب إلى المدرسة إذ ما يزال الوضع الإنساني يشهد ترد على مختلف الجوانب في ظل تزايد المخاوف من حدار البلاد إلى مجاعة محتملة فاليمن بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أصبح أسوأ من الدولة الفاشلة